من أكثر اللاعب من اللاعبين اللي مشوا زعلت منه الغربن شارقي وقناد طارق حامد كنت أتمنى أن يكمل كنت أتمنى لأن طارق اتعرض عليه مبلغ خيالي على ما أعتقد يعني وأنا حضرتك السودو في 2014 أنا بسات المستشار ومستشار دفع مبلغ كبير قوي من من جيب الخاص لأن كان مفروض أعتقد الزمالك يتطع سبع مليون لسموح وطارق تنازل عن بعض مستحقاته أو التعاقد فكانت بداية مبشرة أن طارق يبقى في ناس الزمالك فأخذ كتير جدا أحسن لعب أو أحسن ملعب كان يستحق بس هي الفترة دي وأنا يعني بشفك عليهم أن كل واحد بيوزينها الماديات وآخر السنة أو كم سنة في الملاعب لكن الناد الزمالك ليه حق عليك لازم تعترف بفضله بعد ربنا وتقول للصراحة أنا مش هكمل أو هكمل تماما تفتكر طريق حامد لو حاب يرجع تاني للزمالك هيبقى البقى مفتوح؟ ما أعتقدش ما أعتقدش ليه؟ أولا مش هيحصل لأنه مثلا عامل عقد مثلا ساعتين تلاتة الناس بتنسى وخاصة ودي الحاجة اللي ما كنتش أتمنىها يعني إن محصلش إن حد قالك في المصيرة الصحيحة اللي ماشي بياها نزمالك يا لو كان عندنا فلان يا لو كان موجود فلان صح ما حاستوش بقى خلاص فأنت تخش في موارحات النسيان بالنسبة للجماهير ودي خطر جدا خطر جدا على اللاعب إن الجماهير تنساك في وقتك كان بتشجعك وكانت بتشيلك وكانت بتقولك تعالى والندقات دي لأنك انت بالجماهير اللاعب بيزيد حوالي 30-50% صح فانت فقدت نص النسبة عندي ناس كانت دايماً زكراك بالخير طيب